الحمد لله أول ظهورت ريفيزيوني ولا ايه؟ لا لا ظهرت كتير ظهرت قبل كده أخبارك ايه؟ كله زي الفل طمننا الأول على الصحة الحمد لله كله زي الفل عملت فحصات عملت كل حاجة الحمد لله كل حاجة كويس الحمد لله ايه اللي حصل في ماتش البلدية مع الجونة يعني قلوبنا تخلعت يوم الماتش ده لحد ما تطمننا تاني يوم وانتنا طمنتنا برسالة لما قلت ان انا كويس انا في الاول ما كنتش فاهم ايه اللي حصل بس كان الموضوع كان فيه اجهاد وارهاق كتير كنا فيه صفر صفر طويل كان فيه يعني اتمررنا بعدين سافرنا بعدين لما وصلنا هناك قاعدنا شوية وقت عبال ما عملنا تشيكين في القتيل فكل ده أثر ان انا حصل لي حالة اجهاد ده اللي الدكتور قاله يعني حالة الاجهاد وصلتني ان انا حصل لي اغماء لمدة سبع او تمن دايق فده كل اللي حصل يعني دي كانت المشكلة الكبيرة ايه اللي انت فكروا من اللحظة دي لما وقعت ايه اللي حصل انت فاكر ايه انا لما وقعت ما وقعتش عشان انا كنت عايز اقع وحد ينزلي لأ انا بتبعت الوحدة بالظبط انا ما حستتش بحاجه انا كنت رايح اروفع كورنر بعدين ما حستتش بها اي حاجة حستت ان انا مش قادر اتنفس بعدين وقعت ده اخر حاجة انا فاكرها بعدين فوقت وانا في العربية الاسعاف وافتكرت بقى وانا في المستشفى كان فيه قلق من انك تبلع لسانك ووقتها تقلل انه اتلحقت قبل ما تبلع لسانك ده تقلق بشكل طبي هو الدكتور كان الان لما انا وقعت وفقدت الوعي كان الان ان انا ممكن ابلع لساني انا مبلعتوش يعني الحمد لله انت كويس اه زي الفورية مية مية بنا يديك الصحة في اي حاجة مضايقك يعني هنتكلم طيب علشان لا اناقصد النقطة دي ايه لانه احمد رفعت الله يرحمه كانتكلم في ان فيه حاجة مضايقك فالناس ربطت وقعتك بان هل فيه حاجة نفسية مضايقك فهل انت ممكن ترد على النقطة دي اه لا لا خلاص انت تمام مضوع ارهاق الحمد لله الحمد لله على السلام الله يسلم طيب طب تري هلتكلم بقى واضح ان على جانب اخر فيه حاجات مضايقك ايه اللي مضايقك اه يعني بص او مبدايا انا بدأت في الزمالك من وانا صغير انا كنت زمال كاوي قبل ما اروح نادي الزمالك اه قعدت في النشئين فترة طويلة كنت بالعب كنت اروح مع اسكرات المنتخب دايما اه لحد ما مستر كرترون جيت فرج بنفسه على ماتش نشئين واختار ان انا ابقى موجود معاه تمام مخدتش معاه وقت طويل دخلت معاه في الربطة دخلت ماتش بعدين بدأت التاني بدأت الماتش التالت اه بعدين ايدني افريقيا بعدين لعبت معاه دوري ابطالة افريقيا تمام حصلت مشاكل بعد كده فهو مبقاش موجود هو ميشي اه فانا في الوقت ده كنت باسك في ناس موجودة في النادي ساعتها هي مش موجودة حاليا اه دلو في عهد الادارة القديمة بالزبط اه انا كنت باسك فيهم لدرجة انا باعتبره مسلا اخويا الكبير مش هو مش بتعامل معاه كمانسب مسلا اه 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 فانا كان بيتقال لي كلام وفي الظهري من غير ما انا اعرف كان بيتقال كلام تاني فكان انا دايما كان الشخص ده بيحاول يبعدني باي طريقة عن الصورة اللي انت معتبره اخوك الكبير بالزبط كان بيقولك ايه وكان بيعمل ايه يعني في كلام انا مش هحب اقوله بس انا كنت باسك فيه لدرجة كبيرة يعني اه فبعد كده مستر كارترون مشي طب قولينا بعض الحاجات اللي ينفع تتقال من اللي كان من اللعود اللي كان بيقولها لك اه لازم يبقى عندك شخصية لازم لما تطلع تتعامل ما تخليش حد يزعها لك اه ومن ناحية تانية كان بيتقال ده شخصيته مش كويسة ده بيرد ده ما بيعجبوش حاجة اه فده حصل يعني حصلت يعني لابس كده في الموضوع اه بتده يتقال ان ماجد بيشوف نفسه وماجد شخص بيتنطط اه ده مش حقيقي خالص مين الشخص ده مش حابه بسكر اسمه اقول توقعي انا تحب تقول اه او لا امير مرتضى مش حابه بسكر اسمه مفيش مشكلة فضل فالفكرة ان كارترون مشي مم مين جي بعد كارترون كابتن وساما بيه مسك ماتشيل غالبا قبل ما يجي فريرا بالزبط اه دخلني معها الماتشيل كابتن وساما مزبوط جي فريرا امم روحت مع اسكر منتخب امم اللي هو بتاع بطولة افريقيا اللي تلعبت في مصر بالزبط